أنوانه إشراقات تربوية في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم في العقل قراءة تحليلية موجزة تراثنا الإسلامي حقيقة فيه من التراث المهم جدا الذي نحن نحتاج إلى دراسته دراسة تحليلية مرة هذه الدراسة تكون دراسة موازنة مرة تكون دراسة مقارنة يعني بالتالي موروثنا الإسلامي يحتاج إلى دراسة تحليلية ليفاد منه في الدراسات الآنية الحديثة وخصوصا فيما يتعلق بالتربية طبعا الأسباب التي دعتني لاختيار هذه الوصية ولا يخفى على السادة الباحثين أنها من أهم تراث الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهي وصيته في العقل هذه الروايات التربوية نحن نحتاج إليها في المجتمع اليوم لماذا نحتاج إليها؟ لأننا نريد أن نثبت وأن نبين وأن نقرر أن شريعة الإسلامية المقدسة لها القدر على إيجاد نظام متكامل لحياة سعيدة يحتاجها الإنسان في الدنيا والآخرة حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فالقرآن يهدي للتي هي أقوم فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله تعالى وأن نرجع إلى الثقلين ضمن المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إذن الابتعاد عن القرآن الابتعاد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يصيب الأمة الانحراف الانحراف في جميع المستويات سواء في المستوى العقدي في المستوى الفقهي في المستوى الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بالمستوى التربوي هذه الوصية المباركة للإمام الكاظم والتي أنا أسميها الوصية اليتيمة التي لم تأخذ قدرا يليق بها من دراسات حديثة تبين لنا ما يتعلق بهذه الوصية هذه الوصية أيها السادة الأفاضل الإمام سلام الله عليه يذكر يا هشام واحد وثمانين مرة يكرر هذه الكلمة يا هشام يا هشام يا هشام وفي ذلك بيان في لغة العرب على التأكيد على همية الأمر وعلى مقامه هشام طبعا البحث قد قسمت على مقدمة وتمهيد ومطالب خمسة فخاتمة في التمهيد بيانتوا موضوعات ثلاثة الموضوع الأول في التمهيد ومصادر هذه الرواية مصادر وصية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم وقد وردت في أمات المصادر منها كتاب الكافي ومنها كتاب تحف العقول وغيرهما من تلك الكتب وفي المسألة الثانية والتعريف بهشام بن الحكم ومقامه عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهشام لا يخفى على أحد منزلته عند الأمة صلوات الله وسلامه عليهم وفي الأمر الثالث في التمهيد بيانت ما يتعلق بأهمية أو بمضامين هذه الوصية طبعا هي وصية طويلة قرابة أكثر من عشرين صفحة هذه الوصية عندما نريد أن ندرس وصفها الإجمالي نريد أن ندرس الوصف الإجمالي لهذه الوصية نرى فيها موضوعات متعددة نحتاج إليها في دراسات حقيقة أنا أقولها في دراسات مختلفة في الجانب العقدي يفاد منها في الجانب الفلسفي يفاد منها في الجانب التربوي يفاد منها في جوانب متعددة واحدة من تلك الجوانب المهمة التي في الوصف الإجمالي أحببت أن أؤكد عليها هو الإمام سلام الله عليه يبين مقام العقل يعني تصوروا أيها الأخوة العزاء هناك من يريد أن يرمي الإسلام بأن الإسلام لم يهتم بالعلم والمعرفة لكن نريد أن نبين لهم أن أول كلمة نزلت من السماء هي كلمة العلم اقرأ أول كلمة كانت تدل على العلم وتدل على المعرفة قبل 1400 عام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن العقل وعن آثار العقل وعن علاقات العقل وعن ما يترتب العقل العلمي والعقل العملي إلى آخره من الموارد فبالتالي إذن العقل له مقام في النظام الإسلامي في التشريع الإسلامي ويجب علينا أن نظهر ذلك إلى الآخرين في دراسات حديثة لا في دراسات تاريخية موروثة طبعاً نحن في الغالب عندما نأتي إلى سيرة أهل البيت نقرأ السيرة نكتب ما يتعلق عن السيرة ولكن لا نكتبها على وفق دراسات تحليلية للدراسات الحديثة يعني نحتاج من الباحثين الأفاضل مثلاً على سبيل المثال في التربية أن يأتوا بتلك النظريات الحديثة في التربية ويروا أن القرآن إما أشار إليها وإما أهل البيت صلوات الله وسلامه قد تحدثوا عنها ففي الوصف الأول هو بيان عظمة نعمة العقل التي أنعم الله تعالى بها على عباده وأهمية استثمار هذه النعمة المسألة الثانية العلاقة الوثيقة بين العلم والعمل والعقل يعني الإسلام ليس مجرد نظريات وإنما هو عمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات القرآن في جميع الموارد يؤكد على العمل هذه الوصية أيضاً تؤكد على علاقة العلم بالعقل والعمل وأن العلم والعمل هو أساسهما هو العقل وسوف يترتب على ذلك الأساس موضوعات مختلفة الموضوع الثالث بيان بعض الأسباب التي لها أثر في هدم العقل أيضاً الأسباب التي لها أثر في هدم العقل قد أشار إليها الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قد أشار إلى بناء العقل إلى أساس العقل إلى آثار العقل إلى هدم العقل إلى كيفية المحافظة على هذه النعمة ونرى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بيان العلاقة بين بعثة الأنبياء والعقل إن لله حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة يتحدث الإمام سلام الله عليه ويبين العلاقة التلاقح بين الحجة الباطنة والحجة الظاهرة كيف نثبت للعالم كله أن الحجة لله لا نستطيع أن نتحدث مع غير المسلمين بالآيات القرآنية لا نستطيع أن نتحدث مع الذين ينكرون وجود الله بآيات أو بروايات ولكن نحتاج أن نستطيع أن نتحدث مع الجامع المشترك بيننا وهو العقل بيان أهمية إيجاد العلاقة الصالحة في المجتمع من خلال التهذيب والسلوك طبعا أنا في هذه العجالة من البحث أخذت أو تحدثت عن فقرة واحدة من هذه الوصية وهو ضمن مشروع من فضل الله عز وجل نعمل عليه في دراسة تحليلية وصية الإمام الكاظم لهشام الحكم هذه الفقرة من خلالها أوجدت علاقات خمس وهذه العلاقات ممكن أن تتوسع الحديث أو هذه الفقرة التي يقول فيها الإمام سلام الله عليه لكل شيء دليل فلنتأمل في كلام الإمام سلام الله عليه الذي هو عدل القرآن لكل شيء دليل ودليل العقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مطيه ومطية العاقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيط عنه لو نتأمل في هذين السطرين نرى الموضوع الأول يبين العلاقة بين الدليل وآثار ذلك الدليل لكل شيء دليل والدليل له آثار العلاقة الثانية هي بين التفكر والعقل ودليل العقل التفكر والعلاقة الثالثة هي العلاقة بين التفكر والسلوك العمل الصمت ما هو الصمت؟ الصمت هو السكوت السكوت الإيجابي السكوت السلبي هذا يحتاج مننا أن نتحدث عنه العلاقة الرابعة هي العلاقة بين التواضع والعقل العقل يدعو إلى التواضع العقل يدعو إذن إلى التربية هذه الإشراقات التربوية التي نريد أن نأخذها من وصية الإمام سلام الله عليه في العقل العلاقة الخامسة هي بين الجهل والانحراف وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه اليوم هذه الأمور حقيقة نحن نحتاج إليها في المجتمع نحتاج أن نصل عندما نريد أن نبني أمة عندما نريد أن نبني شخصية إسلامية عندما نريد أن نبني أن نؤسس أو أن نهيئ قدوة للمجتمع علينا أن نأخذ من هذا الموروث الإسلامي ما يتعلق منه طبعاً المنهج هو قائم بالذات وبالأساس على منهج الثقلين يعني هذه الوصية للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عملت عليها على أساس منهج الثقلين يعني على أساس القرآن يعني هذه الوصية وعلاقتها بآيات القرآن الكريم وهذه الوصية وعلاقتها بالأحاديث الشريفة الواردة عن النبي وآله صلوات الله وسلامه عليه حتى نصل إلى نتيجة واحدة أنهم نور واحد ومن تمسك بهما لا ينحرف ولا يضل في المطلب الأول عند قوله عليه السلام لكل شيء دليل بينت ما يتعلق بالدليل وكيف نستمد الأمارات التي تدل على الدليل وكيف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا التفكر والصمت إلى آخره في المطلب الثاني العلاقة بين التفكر والعقل طبعاً بداية وصية الإمام سلام الله عليه الأخوة السادة الأفاضل مطلعين على هذه الوصية نرى بداية وصية الإمام سلام الله عليه يقول إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه هذه مسألة حقيقة مهمة جداً حيث قال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم بيّن لنا ما يتعلق بعلاقة العقل بوجود الله بوجود الخالق بيّن لنا بعد ذلك ما يتعلق بالعقل وآثار ذلك الخالق بيّن لنا ما يتعلق بتكليف المخلوق تجاه الخالق إلى أن ننتقل إلى مرحلة ثانية هي مرحلة التربية ففي المطلب الثاني بيّنت ما يتعلق بهذه العلاقة بين العقل والتفكر إلى أن وصلنا أن العقل يجعو إلى التفكر والتفكر هو من ثمار العقل في المطلب الثالث العلاقة بين الصمت والتفكير فالصمت الذي نريد أن نتحدث عنه والذي هو فيه هذه الآثار هو السكوت الإيجابي الذي يتصف به الإنسان المؤمن والقرآن قد أشار إلى ذلك حيث قال في صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون وأيضاً الإمام سلام الله عليه في فقرة أخرى قد أكد على هذا موضوع الصمت وأن لا يكون الإنسان مهذاراً كثير الكلام في كل شيء يتحدث ذكر ذلك حيث قال في فقرة أخرى يا هشام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة والمؤمن قليل الكلام كثير العمل والمنافق كثير الكلام قليل العمل في المطلب الرابع العلاقة بين التواضع والعقل أيضاً ذكرت ما يتعلق بذلك التواضع صفة مهمة جداً القرآن الكريم أشار إلى ذلك في موارد متعددة حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لنفضوا من حولك يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إلى آخر من الآيات المباركة والروايات أما العلاقة الخامس أيضاً في فقرات أخرى من الوصية الإمام سلام الله عليه تحدث عن التواضع وهذه الحركة العملية في المجتمع حيث قال عليه السلام يا إشام إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفة فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر العلاقة الخامسة وهي أيضاً علاقة حقيقةً مهمة ومهمة جداً ونعاني اليوم في المجتمع من هذه العلاقة هي علاقة الجهل بالانحراف وكيف أن الجاهل اليوم يفعل ما يفعل وهناك من يشجعه على ذلك بل هناك من يتبعه على ذلك وقد قال مولانا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه لو سكت الجاهل مختلفاً نسأل الله عز وجل أن تكون هذه بادرة أو نستطيع أن نقول بداية لدراسات تحليلية لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وأنا حقيقةً أؤكد على الروايات التي تتناول موضوع التربية لأننا يجب علينا أن نعتني بالمجتمع أن نعتني بأبنائنا بتربية خاصة تؤكد لهم أن الإسلام قد هيئ لكم هذه السعادة في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين في الواقع بالنسبة إلى جناب الشيخ الشيخ الكاظمي سلمه الله في إشراقاتي التربوية عندي مداخلة متممة لما أفات طبعاً هذا الموضوع الذي ذكره في الواقع هو جدير بالبحث وتقنين بعض القواعد الاجتماعية التربوية فيما أفاد وما وصلنا من نصوص الأم الأطار عليهم السلام والدكتور الكاظمي كأنه يريد أن يطرح مشروعاً من خلال ما ركز البحث حول الكلام الذي وجهه الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى هشام بن الحكب ولا شك أن وصية بمقدار عشرين صفحة لا تنحصر في الخطاب الشخصي لهشام وسأيضاً أأتي في هذا في النقطة مع الدكتور عماد جبار أيضاً وإنما هي عبارة عن إلقاء مجموعة أستطيع أن أقول هي من القواعد الاجتماعية الحياتية التي يمكن أن تقنن على شكل منهج نحن في العالم العربي والإسلامي عندنا مشكلة وهذه المشكلة لعلها ضغط في الدراسات الأكاديمية كثيراً أن المنهجية التي عندنا هي منهجية مجتزئة ولا يربطها رابط في كثير من المفاهيم ولذلك إذا أمكن جناب الدكتور أو من يحمل هذا الهم أن يتعب نفسه في استنطاق كثير من النصوص التي يمكن أن تدخل في الجانب التربوي بمعنى نحن لا نتعامل مع نص فقه الآن وإنما نتعامل مع نص اجتماعي ما هي القواعد التي يمكن أن يستفيد منها الباحث حتى يطرحها إلى القارئ على شكل منهجية بسيطة العبارة وعميقة الدلالة في تكوين رؤية اجتماعية تربوية ممكن الإفادة منها حتى في المدارس الأكاديمية من الصفوف الأولى انتهاء إلى الصفوف المتأخرة بمعنى المنهجية التي تبقى حاضرة عند الطالب من بداية نشأته إلى أن يتحسس كثير من المعارف فهو أشبه بعملية تسليح تربوي وجداني يطرحها الإمام عليه السلام بعنوان يهو الشام فلا بأس إذا كان جناب الدكتور يعيننا على ذلك ومادام هو دخل في هذه الوصية فدعوة الآن له أن يعني يكمل هذا المشروع وتتبناه العتبة العباسية بشكل واعلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر